قررت النيابة العامة تمكين الفنانة علا غانم وزوجها من الفيلا المتنازع عليها مشاركة في منزل الزوجية محل النزاع ومنع تعرض كل منهم للآخر لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي ودعوة الخلع المقامة من علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن وبشرت النيابة العامة في الجيزة تحقيقتها في وقع التبادل علا غانم وزوجها الاتهامات فيما يتعلق بالتعدي على بعضهم واستعانت كل منهم بآخرين للتعدي على الطرف الآخر وطلب التحريات تكميلية من رجال المباحث بينما كشفت التحقيقات والتحريات عن أن علا غانم رفضت التصالح مع زوجها واتهمته بأنه استعان بخارجين على القانون نحو عشرين رجل وامرأة للتعدي عليها وعلى والدتها المسنة والعاملين لديها داخل مسكنهم بمنطقة المريوتية وتقدمت علا ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عبد العزيز حسن لبيب زوجها إذ أنه توجه إلى مسكنها وضربها هي وولدتها ما نتج عن إصابتهم مشيرة إلى استعماله القوة لإخراجهم من المسكن الذي تمتلكه منذ عام 1999 وفي المقابل نفت زوج ما نسب إليه من اتهامات قائلا أنه تعرض للعنف والطرد من منزل زوجاته علا غانم لافت إلى أنه فوجئ بأحضرها بلتجية إلى الفيلا قائلا أنا انضربته واتقصرت من البلتجية وعلى وعندي قطع في إيدي وبحسب زوج علا غانم فإنها لم تكن في طبيعتها وضربته بزجاجة نبيز في عينه بينما قتت والدتها بقطعة حديدية وضربته بها على رأسه بينما أقدم البلتجية على سحله إلى الشارع مشيرا إلى ارتكابها الواقع وهي سكرانة مطالبا بإجراء تحليل المخدرات لها وأضاف قائلا حتى هذه اللحظة لا تزيل على زوجتي وفي أكتوبر الماضي عادت إلى القاهرة من الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج أسنانها كما أفهمتني ومتابعة حالة ابنتها التي كانت تعالج داخل مستشفى وفجأت بإقامتها دعوة خلع ضدي فحضرت إلى مصر ترجمة نانسي قنقر